ازايكو حبايبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير والصحة وسعادة مويد برج القوس مويد برج القوس النهاردة ان شاء الله اه الاراية العامة بتاعتنا اه عن المال والعمل والصحة والعاطفة والوضع العام عموما اه برج القوس اه انا اسفة على التأخير اه كنت بمر بوعكة صحية دعوتكم لايه بالشفاء اه ان شاء الله النهاردة يعني هقول لكم الاراية العامة و اه يلا نبدأ بسم الله برج القوس طاقة العامة برج القوس حبايبي لو سمحتوا ما تنسوش تضغطوا لايك وشير سبسكرايب فعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد يلا حالا نبدأ في الاراية بتاعتكم برج القوس ابدايا كده اه انا شايفة يعني مجمل الكرود قدامي في عندك شغل جديد ان شاء الله اه من الواضح هنا انه اه الاغلابية منكم بتنهوا عمل في مكان وحتبدأوا في مكان جديد. احسن من اللي انتم كنتوا فيه. فان شاء الله في فرصة حلوة جاية لكم. ما تقلقوش. آآ ولكن آآ يعني خدوا بالكم من حد حد يزا ممكن يكون مخادع. عايز يسرق منك حاجة. يسرق منك فلوس. يسرق منك ورق. او حد سرقك او خدعك وضحك عليك. مثلا قال انا عندي شغل في الحتة الفرانية وضحك عليك وما وفاش او كده. فانتبهوا يا برج القوس الشهر ده. آآ خليكم مسحصحين وخليكم مركزين. وآآ ما تخليش حد يضحك عليك آآ بكلمتين. ولكن في فرصة حلوة هون شاء الله بتنهي في مكان وبتدخل في مكان آآ جديد او في شغل جديد مع اشخاص جديدة. آآ كمان شايفك الشهر ده آآ عندك اهتمام اكتر آآ يعني بصحتك ووزنك. آآ خاصة الرياضة في ناس منكو بتلعب برياضة. آآ او في حد منكو برضو مهتم بالنظام غزائي. آآ او انت بدأت من فترة تجهز نفسك لآآ لحاجة زي كده بتاكل اكل صحي بتلعب رياضة. شايفك عندك اهتمام بصحتك الفترة دي. آآ كمان آآ شايفة عندك الفترة دي. كأنك مجهول بآآ صغل كتير واعمال كتير حواليك ولكن شايفك آآ بتقدر تتغلب على آآ الضغط اللي حواليك في الشغل. وتقدر ان انت تتمم آآ اعمالك. ولكن انتبه من آآ الاهمال او التأجيل في الشغل. لان لو انت اهملت او اجلت هتلاقي الدنيا كلها اتراكمت فوق دماغك. ومش هتقدر تخلص ايه الشغل اللي انت مكلف بيه. فحاسب من التراكمات. وكمان آآ لو انت بتدرس تعمل دراسات عليا. اصلا انت في الجامعة لسا ما خلصتش دراسة. حاول ان انت تنهي امورك اول باول. وما تخليش حاجة تتركم عليك علشان آآ الدنيا تمشي. آآ كمان آآ انتبه آآ من دلوقتي وابدأ رتب امورك وسجل امورك واحدة كده ورد تانية. علشان تخلصها اول باول. ويكون الشهر خفيف ومميز كده عندك. والامور آآ تنتهي على خير. آآ كمان انت آآ اصلا بطبعك يا مولود برج القوس بتتدايق وبتتعب من ايه تراكمات عليك سواء ضغط او مسئوليات او حاجة ما خلصتهاش بتحس بلود عليك وبتحس بضغط عليك. فما بالك لو الامور تراكمت عليك فانتبه وانتبه من اشخاص مخادعين في حياتك يا برج آآ القوس. طيب برج القوس كمان آآ البعض منكم ممكن يمر بواقع صحية كده عابرة آآ هتتعالج ولكن يهتم بنفسك كويس قوي. وحاول تعمل وقت للراحة ووقت للعمل وكل حاجة هتكون على ما يروم زي ما انت عايز ولكن بطل. الا انا شايفك بص كده في طاقة الفارس السيوف آآ متوتر ورفع سيفك كده وزعلان ومتوتر ومتدق. لا خفف توتر وخفف عصبية. علشان امورك تمشي. حاول ما تبقاش عصبي ومتوتر. كمان آآ الفترة دي بقى. فترة مهمة قوي. الشهر ده مهمة قوي 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 يا برج القوس. وهديكم كده فيه كم بوينت كده. آآ او كم نصيحة تعملوا بيهم عشان الشهر يمشي على خير. اولا انت عندك آآ انت قلس ظهرة للسرطان يوم سبع مايو. ده بيعمل ايه? ده حلوة قوي. هيديك فرص حلوة في الفلوس. آآ فرص حلوة آآ في حل اي مشكلة عندك. فرصة لمصالحة مع اي اشخاص كنت متخانق معاهم او في مشكل بينك وبينهم. وكمان في آآ اوقات رومانسية هتقضيها مع الشريك. وعندك اوراق بتخلص كانت متعطلة وامور كانت واقفة. وحلول كمان قضائية يعني في قضية في محكمة او اوراق آآ واقفة. او كمان اهو عندك انضاء للعقود. شايفين كده? في عقد بيطمضى. عندك السبع كؤوس. عقد جديد. حاجة جديدة حل القضية كانت واقفة من زمان. يعني لما ده هيحصل لما الظهرة ينتقل السرطان يوم سبع مايو. الامور عندك هتبقى مظبوطة قوي. وعندك حلول ومصالحات وانفراجات وحاجات حلوة خالص. طيب. آآ كمان لما يدخل المشترة في الحمل لحد ستتاشر مايو. ده بيديك حزوز عالية. ولكن لازم تستغل لها. يعني ايش لله يعني الحظ جاي لك وانت مش تغلتهش. لازم هيجيك حزوز حلوة ان شاء الله الفترة دي استغل لها. يكون في مكاسب مالية آآ جايزة تحصل عليها. مبلغ مالي. فلوس جاي لك من حد. خبر هيفرحك يخص حد من عيلتك. يخص يخص ابنك. يخص بنتك. يخص والدك. يخص اخوك. خبر حلو هيفرحكم. خاصة موليد العشرية التالتة. وبنتقل المشترة للتور يوم 16 مايو بيديك فرص عمل حلوة. انت مستنيها. وآآ حتى جسديا انت هتحس نفسك آآ افضل واحسن. وآآ يعني هيكون وقت حلو لو انت بتعمل حمية بقى. بتعمل بتعمل جيم. خاصة موليد العشرية الاولى من آآ شهر آآ او برج الاوث. آآ كمان بقى آآ يعني تحذير ترجع طارت في التور في النص الاول من الشهر. ده آآ هيسبب لك شوية تراكمات او شوية مشاكل مع زميلك في الشغل او في الدراسة. فانتبه. يعني انتبه وخلي الدنيا وخلي امور تمشي عشان ما يكونش في مشاكل توقف امورك او توقف لك حياتك. وكمان الخطوف الامر اللي هيحصل يوم خمسة مايو في العقرب. انتبه منه قوي خيبة امل في شخص معين. آآ مش هتستطيع يبقى عندك ثقة بحد. يعني ممكن تحسر خيبة امل في اشخاص معينين ومش يكون عندك في حد انتبه. وانتبه صحيا كمان على صحتك انتبه تدخل مستشفى انتبه تعيه انتبه تتعب انتبه 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 يوم خمسة مايو ده. وآآ التلت الاخير بقى من الشهر هيكون ده وقت مناسب قوي عشان تبدأ فيه عمل مشترك او شخص آآ يكون في بينك وبينه آآ شراكة. ولكن انتبه برضو من اي انفعال واي مواجهات ممكن ما تكونش لصالحك. فخلي عندك آآ انتباه كبير او من حتة المشكلات او الضغطات النفسية دي. ممكن يكون عندك فرصة حلوة ان انت تشتغل آآ برة او تشتغل في شركة آآ يعني معينة كنفسك تشتغل فيها مع حد بعيد حد كويس هتكون انت مرتاح مع ان شاء الله يبورج القوس. يعني من الاخر كده الشهر ده محتاج منك تنظم نفسك وتصبر عشان تاخد نتيجة حلوة في نهاية الشهر. وتبعد عن الخلافات وتبعد عن المشاكل وتحترس من اشخاص مخادعين في حياتك. عندك السبع صيوف. ففي حد مخادع انتبه منه. انتبه. ممكن الشخص ده تكون فكره صديق. يكون حد قديم كمان صديق قديم في حياتك. آآ لكن خين. فانتبه يا برج القوس ربنا يحميك ويعفيك. آآ عندك عجلة الحظ هتبدأ. يعني بقى تمشي معاك. ده انتبصوا ايه? يعني الكارتين دول بيبصروني بانه ربنا هيبعات لك حاجة حلوة جدا 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 في حياتك. والحاجة دي في المال في العاطفة في الصحة في كل حاجة. عندك فرص حلوة. عندك تقديم عرض عمل ان شاء الله. زي ما قلت في مبلغ مالي جيلك من حد في مساعدة مالي جيلك من حد. البعض من موليد برج القوس آآ بتوضى ببيت بتجهز بيت. هتشتري او هتبيع بيت مسلا. ولكن انا شايفة في انت قالة من مكان لمكان او من بيت لبيت. وآآ شايفة كمان آآ لو في حد من موليد برج القوس منتظر طفل فان شاء الله فيه لو منتظر حمل فان شاء الله برضو آآ فيه. آآ البعض منكم مسافر في مكان غير مكانه او حيسافر. البعض منكم عندكم احتفالات كأنك معزومة على مناسبة او في حد آآ يعني ممكن تكون المناسبة دي عندك. طيب آآ تعالوا ندخل على القرية العاطفية. آآ مبدئيا كده آآ بداية آآ عندك شايفة عندك كده الجو العيم. عندك اجواء رومانسية حلوة قوي قوي. وفيه علاقات كتير. بس برضو لازم تعرف ازاي تستغل لها. خاصة لو كنت حد عايز تستقر. آآ مع حد معين. وآآ محتاج حد يكملك. فما تتسرعش لاننا شايفة فيه عندك برضو علاقات سطحية كتير. وآآ فيه آآ اي مشاكل مع الشريك خاصة في نهاية الشهر ده. لو انتو حد متجوز ننتبه. لو انتو حد مخطوب ننتبه. لو انتو حد مرتبط كده وبيحب برضو ننتبه. ننتبه من اي توطرات لان شايفيه توطرات في مشاكل فننتبه منها بالزاد في نهاية الشهر. حاول نمشي الامور عشان الدنيا تمشي. ولكن انا شايفة عند العزاب والمنفصلين فيه علاقات كتير حواليكم. بس لازم تعرفوا مين الكويس. مين اللي هتقدروا تكمله معي. فيه فرص حلوة. فيه عرض زواج بيتقدم لموليد برج القوس. فيه علاقة قدرية. سبحان الله. ده فيه حد راجع لك من الماضي يا برج القوس. فيه علاقة قدرية راجعي لك من الماضي. والعزاب فيه علاقة مردية. ربنا هيدخلها في حياتك في حد ده بيقدم لك كاس الحف. في حد آآ ربنا هيبعته لك. والحد ده على فكرة ممكن يكون يا برج القوس اصلا عموا سواء منفصل او آآ اعزاب. الشخص ده ممكن يكون آآ من مكان وانت من مكان تاني. شايفة فيه صفر. وشايفة فيه طاقة انتظار. انت مستني وهو مستني. شايفة البعض راحل من علاقة سابقة. ولكن الماضي بيرجع تاني عندك حد بيفكر فيك تاني. آآ فيه طاقة تعلق بينك وبين حد. وعلى فكرة برضو فيه طاقة سلبية. فتاقة سحر. نتبهوها برج القوس بالمناسبة صلو صلاة الخصوف اللي هي يوم خمسة مايو. صلو صلاة الخصوف ربنا يعني يرفع عننا ويخفف عننا الفترة دي. واتقربوا من ربنا بالآآ الصلاة وبالدعا كلنا على دينه. كل واحد بدينه وكل واحد بدعاه وكل واحد بطريقته يا جماعة. آآ ننتبه كويس قوي من آآ طاقات سلبية. بمناسبة الطاقات السلبية فانعايزاكوا بقى الشهر دي تقطروا مية بملح. لان شايفة عندكم طاقات سلبية قصة من الاول. والفترة اللي جاية ممكن يكون فيها طاقات سلبية اكتر. دي يأثر عليك اكتر في حياتك. فاستحموا مية بملح. الملح بتاع البحر. جيبوه من عند العطار. وقبل ما تاخد الشار بتاعك او بعد ما تاخد الشار بتاعك. اللي يعجبك يعني. آآ حط المية آآ حط الملح في مية عادية. ودوبوه واستحمى بي. بسيطة جدا. استحموا مية بملح. تطرد منكم الطاقات السلبية. وحاولوا الفترة دي تقربوا من ربنا. وتدعوا. الدعي وغير الكدر ويرفع البلاء. فسبحان الله الدعي. يعني لو في حاجة وحشة دا سدالك. ربنا سبحانه وتعالى يغيرها لك. ويقلب لك الدنيا كده في يوم وليل يا برج القصة. تبقى الامر كلها لصالحك. ننتبه من حبيب قديم راجع من الماضي. انت قصلا عارفه مخادع على فكرة. انتبه برضو. ومع ذلك شف في حد كويس برضو. عايز يدخل حياتك. آآ عايز يقدم لك هدية. عايز يقول لك حاجة. وانا شافة ان انت كأنك اكتشفت سر عن شخص انت عارفه قصلا في الماضي. اكتشفت عنه حاجة دقيقتك وحاجة عصابتك. وممكن كما انت تكون انت اكتشفت ان الشخص ده هو اللي عمل لك السحر. او عمل لك التقاط السلبية. آآ ولكن آآ انت خدت بعدك ومشيت شفتك رافع سيفك وخدت بعدك ومشيت. ولكن ربنا معاك يا برج القوس. يعني ربنا مش هيسيبك. آآ ربنا واقف معاك وآآ بيساعدك والامور ان شاء الله انا شايفها لصالحك بازن الله. وشايفة الدنيا هتبدأ تتحسن وهيبدأ يكون فيه انفراجات. انت عندك كرتين. يعني تخيل كرتين ايجابيتين من اقوى كروة الاركانة الكبرى. يعني ربنا بيقول لك كأنه كده ايه برغم كل السلبيات. كل اتقاط الوحشة. كل اتقاط السلبية. كل المعاناة اللي انت فيها. آآ بقدرتي وعظمتي هفتح لك ببان جديدة. آآ الامور بتاعتك هتمشي احسن من الاول. آآ هتبقى اسعد من الايام اللي فاتحة. آآ الابراج اللي زهرة قدامي. آآ عندك برج الاسد. التور. الحمل. الجدي. العزراء. عقرب. سرطان. آآ اوس. ايه تاني. حوت دلو. تقريبا كل ابراج كل اتقاط ظهرة عندي. فآآ انتبه وخلي بالك من آآ نفسك وحاول ما تكونش آآ عصب الفترة اللي جاية. برج الاسد. القوس. مش عارفة دي قلت الاسد. ممكن يكون حاوباكم برج الاسد. بسم الله. تعالوا نشوف كروة الرومان ستقول لنا ايه. برج القوس. اول كارت كارت الفليرت ده بيقول لك انه آآ انت لو اعزب ففي آآ علاقات جديدة وممكن تكونوا العاقات الجديدة دي برضو من ضمن الصداقات آآ الجديدة اللي هتدخل حياتك. وفي حب جديد حب يكون فيه وغزلة وشغف وحب واشتياء. وكلام حلو من الشريك هتسمعه. كمان آآ الحب الحقيقي. آآ في حب حقيقي. هيظهر في حياتك. والحب ده هيكون موجود لحياتك في حياتك لفترة آآ طويلة. آآ لو انت بتسأل على شخص معين. آآ فالبطاعة دي بتقول لك آآ انه آآ الحد ده بيحبك. والحب ده حب حقيقي. وانتو اللي اتنين لو فيه حتى بينكم مشاكل تقدروا تتغلبوا عليها. وتقدروا تكونوا مع بعض. وكل واحد فيكو عايز يعبر آآ عن مشاعره من خلال انه يكلم التاني ويكون فيه لطف ومواده ورحمة بينكم انتو اللي اتنين. آآ ممكن يحصل بينكم مكالمة قريب جدا. آآ وآآ كأنه كل واحد فيكو آآ يعني حيلاقي التاني او بيدور على التاني. والشخص ده بصوا بقى. آآ بص يا برج القوس الكارت التاني بيكمل الكارت التالت. آآ بيقولك انه الشخص ده ممكن يكون هو الشخص المختار. هو الشخص اللي انت كان نفسك فيه او بتدار عليه. هو الحب الحقيقي. وآآ الشخص ده يا اما دخل حياتك او حيدخل حياتك. فآآ خليك منتبه للاشخاص اللي في حياتك. آآ ساعات آآ بنتجاه الاشخاص وبنعدي معهم الامور كده ولكن بيتلاوهم الاشخاص المختارين اللي ربنا اختارهم لنا. فانتبه كويس قوي وركز في علاقات شخص ده ربنا هديك فيه يعني عنه علامة آآ هتشوف حلم آآ آآ وانت نايم هتسحى مرتاح آآ هيجيلك في احلام اليو كذا. يعني ربنا هيديك علامة على الشخص اللي هو ايه اختاره لك وهيكون في بينكم انتو اللي اتنين محبة ورومانسية. آآ حتى لو انت مش مرتبط دلوقتي فآآ الشخص ده هيدخل حياتك قريب ان شاء الله يا برج القوس. فآآ انتبه وركز وخد بالك من العلاقات آآ اللي حواليك. طيب خليني اخد لكو آآ كروت آآ الملايكة. ونشوف معلومات اكتر. اول كرت وقعه. خليني. رومانس. اخد اوكي. الشخص ده يعني زي ما قلت بيحبك قوي او هيتكون حياتك شخص بيحبك قوي. هيكون في بينكم رومانسية عالية. هيكون في بينكم مواد ده محبة تفاهم. آآ انت بقى لك فترة بتعاني من خيانات. بتعاني من ناس. مكانتش صدقة معاك. ولكن ربنا هيبعت لك حد. هيكون في بينكم انتو اللي اتنين حب رومانسية. وهيكون في بينكم كيميا حلوة يا برج القوس. والامور هتمشي معاكم آآ على ما يرام. آآ الكرت التاني بيقول لك يس. لو كنت بتسأل الشخص ده بيحبني فالاجابة يس. لو كنت بتسأل الشخص ده عايز يرتبط بي ارتباط حقيقي فالاجابة ايوة نعم يس برضو عايز يرتبط بي ارتباط حقيقي وحابب انه يكون معاك ويكون موجود في حياتك. آآ امتى? يعني انا اخدت كارت ذهبه عشان اسأل على المعيات فكرت اي انا بيقول لي خلال الاسابيع خلال الاسهر اللي جاية. يعني معاكم من الشهر ده والاسهر اللي جاية ان شاء الله تتعدى الامور يدخل حياتك حد جديد يرجع لك حد من الماضي. الامور معاك هتمشي في اتجاه ايجابي جدا وفي اتجاه انت ما كنتش بتخيله ولا اوضاع كنت آآ يعني حطيتها في دماغك. فبازن الله شايف امورك بتتحسن. الامور بتتعدل وبتتصلح. اشخاص راجع من الماضي. حتى مواضيع قديمة عن الحب الرومانسية في الماضي ترجع تتفتح تاني. ولكن انا شايفها في النهاية انه ربنا حيرديك ويرديك في اشخاص جديدة وحد راجع جاب لك هدية عايزي صالحك. حد عايز يتكلم معاك. حد عايزي فاهمك وجهة نظره. شايفة الامور ان شاء الله كلها هتبقى لصالحك يا موليد برج آآ القوس. وزي ما قلت لكم حبابي انتبهوا الشهر ده وحاولوا تكونوا هدين وتكونوش حساسين وتاخدوا الامور على اعصابكو. لان العصبية بتعقد مش بتحل. فما تحاولوش تبقوا آآ في وجهة اعداوة مع حد. ما تحاولوش تتعصبوا وتخرجوا عن شعوركم بالعصبية لان العصبية هتخساركو. مش هتكسبكو. خليكو هدين وما تخلوش الغلط او الحق عليكو. والامور ان شاء الله هتمشي في صالحكم يا برج القوس. ودي كانت نهايتكو يا برج القوس. نهاية يعني الاراية آآ بتاعتكو وآآ ربنا معاكو. وان شاء الله يا رب الامور تعدي على خير بازن الله الشهر ده. وآآ حبايبي ما تنسوش لو سمحتوا تضغطوا لايك وشير سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلوكم اشعار بكل فيديو جديد واسوفكم في فيديو جديد.